السلام عليكم معكم طلال النقار هذا هو الجزء السادس من محاضرة أو من سلسلة نقص الصوديوم سأحكي بهذه الجزء عن طريقة استخلاص معادلة تعويض الصوديوم هذا جزء للمميزين حقيقتاً في كتير زملاء ربما يكتفوا بتطبيق المعادلة بدون ما يعرفوا تفاصيلها ربما هم بستعين أو بستذكر نقاشي مع دكتور مازين سنجاب أحد الأصدقاء العزاء بلقائي معه كان أحد النقاط النقاش من العناوين التمييز أن أنت ما تأخذ المعادلات الرياضية مكما هي لازم تدخل بتفاصيلها تعرف كيف أنتجت هذه المعادلة وهذا الشيء بيخليك تعرف كيف تطبقها بشكل صحيح وتعرف شو نقاط ضعفها خليش نشارك معكم السلايدات أنا عم أحدث عن معادلة نقص الصوديوم تعويض نقص الصوديوم المعادلة هي أنه هو هنحكي مرة تانية ليش لازم أذكر البوتاسيوم جزء من المعادلة منص الكارن سيروم سوديوم تأسيم بالتوتال بادي ووتر زائد واحد بطبق هذه المعادلة وبعرف أنا إذا أعطيت لتر من السوائل اللي هي حسب تركيز الصوديوم نحن عم مطبقه قدش حيرتفع تركيز الصوديوم بالسيروم أو إذا مثلا بدي أعطي إرفع تركيز الصوديوم فقط بمقدار ستة مثلا كما هو المقدار المسموح وعندي كل بقية الأرقام اللي كارن سيروم سوديوم عندي التوتال بادي ووتر اللي أنا بعرفه من خلال وزن المريض وجنسه 60% عند الذكور والبالغين و55% عند الإناث البالغات الأطفال أعلى من هيك الكبار أقل من هيك فأنا من خلاله بعرف قديش مقدار السوديوم اللي لازم يسربه لهذا المريض أو تركيز الصوديوم بهذا السائل فإن فيني يركب هذا السائل إذا بدي مثلا نطيف أمبولات سوديوم على السيروم الملحي فأنا فيني يطبق المعادلة بشكل مختلف فهي المعادلة ما هي معادلة ذهبية في إلها مشاكل وإلها نخاط ضعف خير نعرف كيف استخلصناها أولا وعلى أساسها نعرف كيف ممكن أن أعدل أو طبق بهذه المعادلة فأنا على فرض أنا عندي مريض وزنه أو عمره 40 سنة وسيروم صوديوم تبعه 140 ميك من لتر لو أعطيته هذا المريض 3% سيروم ملحي مركز 1000 مل كم تتوقعوا تركيز الصوديوم حيرتفع عنده في شيء نائز بهذه المعادلة فأنا من خلال السيروم الملحي المركز أنا بعرف أنه أنا الملحي المركزي هو 3% بيحتوي 513 ميك صوديوم وبالمقابل مثلا السيروم النظامي بيحوي 154 ميك صوديوم بس الشيء نائزني هون أني أنا فقط عندي التركيز أنا ما عندي حجم الانتشار الكامل للصوديوم أنا بعرف أني أنا من خلال 3% بعطي لتر ماء وبعطي 513 ميك صوديوم بس هدون حينتشروا بكم مقدار الحجم يحينتشروا فيه فهون هذا المعادلة هي ناقصة أو هذه المسألة ناقصة فهناقصني فيها أحد العناصر وهو Total Body Water فهي نذكركم بأن الصوديوم بيتشر بالحيز خارج وثلوي extra cellular volume بيتشر بشكل متعادل سواء بالخلالي نسيز الخلالي أو بالدم تركيزه بيكون معادلة 140 مثل هذا المريض داخل الخلالي بيكون تركيزه 3 بس ما فينا الجاهل الجاهل الحيز داخل الخلالي لأنه فيه بوتاسيوم والحلولية على طرفيه لشاء متعادلة وبالتالي أنه لما بيطلع على حجم انتشار الصوديوم لازم يطلع على كل Total Body Water ما بيطلع فقط على extra cellular volume هذه المعلومة مهمة جدا بتقدير تعويض الصوديوم في معادلة شهيرة لإدلمان بسمه إدلمان إكوائشن هي تركيز صوديوم البلازمي يتعادل أو يتناسب مع الإكسشانج بالصوديوم الصوديوم القابل للتبادل زائد البوتاسيوم القابل للتبادل تأسيم Total Body Water لماذا دخلنا الصوديوم والبوتاسيوم؟ لأنه مثلا الحلولية على طرفيه الإنشاء متعادلة وانت لا يمكن أن انظر فقط للصوديوم لحاله بهذه الموضوع لو عندنا شخص وزنه 70 كيلو وسطياً ميل مثلاً بيكون فيه عندك 60 مليمول بالكيلو من الصوديوم حوالي 4200 مليمول ما يعادل 92 جرام صوديوم لو حرقنا لهذا الشخص بعد وفاته مثلاً سيطلب معنا من الرماد 92 جرام صوديوم هذا التقدير هدول مو كلهم لهم تأثير مو كلهم بأثر على الفلولية فيه شيء يسمى exchangeable اللي هو قابل لتأثير على الحلولية اللي هي تعادل 70 مليم من هذا المقدار البقية اللي هنا 30% اللي بيسموه non-exchangeable غير قابل للتبادل هدو بيكون مرتبطين بالعظم مرتبطين بالجلد مثلاً وغير قابلين للتبادل طرح موضوع كبير ربما تدخلوا فيه أكثر بس أنا أعطيكاً فيه وقوص الأقل هلأ فمرة تانية أنا لما بدي أحسو بتركيز الصوديوم وتركيز الصوديوم القديم والجديد لازم أطلع على total body water ما بطلع فقط على الاكسرا cellular volume مثل ما قلنا الصوديوم خارج الخلال 140 وداخل الخلال البوتاسوم 140 فالصوديوم والبوتاسوم هن وجهان لعملة واحد فهذا مريض نفسه اللي هو 40 40 سنة عمره والصوديوم تبعه 140 وزنه 70 كيلو وزنه 70 كيلو هذا يعني إنه في عنده 42 لتر 60% 42 لتر من total body water فلو عطيته اللتر من السيروم المركز 3% فكأنني عطيته اللتر ماء بينضافه لل42 وعطيته 513 ميك صوديوم يضافه للمقدار الصوديوم الذي يعيده هو 140 ميك باللتر ضرب 42 مرة تانية أنا كيف حسب total body water حسب الجنس وحسب العمر كل ما زاد العمر بينقص total body water الزكور عموما عندهم total body water أكثر بإينات لأنه نسبة الشهر عندهم الأقل الأطفال نسبة total body water عندهم أعلى بتوصل الـ 5-800 في بعض الحالات وفيه لمعادلات عند الأطفال فخلينا نبسط المعادلات لألكم لو قلنا تركيز الصوديوم الحالي هو A تركيز الصوديوم بالسائل اللي بد يعطيه هو B وكمية حجم الماء اللي بالجسم هو total body water هو V فالتركيز البدئي أو حجم الماء حجم الماء البدئي حجم total body volume البدئي هو total body water هو V التركيز البدئي للصوديوم هو A قديش مقدار الصوديوم كم مليمول أو كم ميك بالصوديوم موجود بالجسم بها الحالة رح يكون A ضرب V التركيز ضرب الحجم هاي رقم واحد هلأ لو ضفت اللتر من السيروم المركز اللي هو عمليا عن ضيف لتر ألف أميل من الماء على 513 ميك صوديوم كم حيكون محتوى الجديد للصوديوم بالجسم هيكون المحتوى الأدين A ملتب لي باي V زائد B اللي هو 513 هذين مثلا 4200 زائد 513 تأسيم الحجم الجديد اللي هو V مثلا 240 لتر بها الحالة زائد واحد هذا هو يكون محتوى الصوديوم القديم الكنسنتراشن الجديد هو كما هو A multiply بلاي باي V بلس B over V بلس 1 minus الكونسنتراتي القديمة اللي هو A هاي هي المعادلة اللي بدنا نفكها ونشوف شون توصل المعادلة البسيطة فربما لو حكيت حقربتكم صراحة فحفك المعادلة هاي بإني أنا حل المعادلة هاي حل المعادلة السريح حقيقة A ملتوب بلاي باي V بلس B over V بلس 1 minus A فأنا بدي وحد المقامات وحدت المقامات فكيت المعادلة ربما لو وقفت الفيديو ودأتوا فيها أوصل بالنهاية لأنه الدلتا الصوديوم هو B minus A over V بلس 1 B هو تركيز الانفوزات A هو التركيز الأديم تركيز السيروم الحالي V هو حجم الانتشار والتوتر بادي ووتر وال1 هي 1 لتر للسائل اللي بدي أعطيه فأول نقطة ضعف لهذه المعادلة أنه هاي المعادلة عم تفترض أنك عم تعطي 1 لتر فلويد فانو بدأت تعطي 500 المعادلة لازم تتغير شوي لازم تكون plus 0.5 مثلا مثلا النقطة الثانية أنه البوتاسيوم مثل ما حكينا هو صنو الصوديوم وبالتالي لحتى تكون معادلة تأخي قال لازم تعرف إليش عم تعطي بوتاسيوم والدخل بالمعادلة رقم الثلاثة أنه هاي المعادلة عم تفترضوا أن المريض عم تعطيه صوديوم إضافي وما عم يضيع تعودهم مثلا على مدى ساعتين أو ثلاثة بهذه ثلاث ساعات المريض ممكن يطرخ صوديوم عن طريق التعبق مثلا أو عن طريق البول حتى ممكن يضيع ماء هاي المعادلة ما عم تحسب قديش عم يضيع ماء من التوتال ودي ووتر فهذا المقدار عم يتغير وللتالي هي المعادلة ما هي دقيقة أبدا لتعطي المقدار الحقيقي للصوديوم بالليبل لو ربما عطيت ديسمو برسين هدول المرضى وطبقتها المعادلة بتكون معادلة نوعا ما دقيقة لأنه بتكون طرح الماء هيكون يعني مضبوط تماما ما بيكون ما بيكون الأكواريسيس فهي من خلال أنه معرفة طريق استخراج المعادلة فيها صدنا نعرف شونا نطبق بشكل أدق أو إذا كان فيها مشاكل لتطبيق عموما هاي المعادلة لا يمكن التطبيق على العميان يلازم أن نراقب الصوديوم كل ساعتين أو كل أربع ساعات ماكسيموم بحيث أنه لو صار تغير سريع بالصوديوم مو متل ما بدي أنا أقدر أدخل بالشكل المناسب ماذا عن البوتاسيوم خيني افترض مريض عنده البوتاسيوم الثلاثة كم مقدار البوتاسيوم كالكيسي إيل البوتاسيوم كلورايد لازم أعطيه لحتى صلح له البوتاسيوم هات على فرض بدي أعطيه 40 ميك مثلا فلو كان وزنه 70 التوضل بادي ووتر تبعه 42 والثلاثة هدول 300 ميك من لتر بالحيز خارج الخلوة مفتاح الخلايا فهذا التركيز الثلاثة هو منتشر بـ 12.6 لتر إكسرا سيريور فوليوم يهن 25% أو 33% من حجم الماء فكم مقدار البوتاسيوم الموجود البوتاسيوم الموجود بتخيز خارج الخلايا مختار هو 12.6 هو حجم السائل خارج الخلايا ضرب التركيز هو ثلاثة حيطل معي 37.8 فلو عوطله عوطله أنا 40 ميك بوتاسيوم على فرض عوطهم سوائل إضافية مثلا تعوض بـ 200 ميل مثلا أو غيره على فرض عطيتهم فقط تابلت مثلا أو كذا والمريض ما تغير الحجم خارج الخلايا عنده أبدا فالمقدار الجديد هيكون التركيز الجديد هيكون كم 37.8 زائد 40 تأسيم 12.6 هيطلع 6.17 هاي هي مشكلة تعويض البوتاسيوم السريع بالمناسبة إن إذا عطيت بوتاسيوم سريع البوتاسيوم عم يصير حقيقة إنما عم عوض أنه الـ 40 ميك لهذا المريض إذا لو عوض الـ 40 ميك وفق الأصول على مدى مثلا 4 ساعات لأنه تقريبا تعوي البوتاسيوم 10 ميك بالساعة راح تعيد البوتاسيوم بعد فترة هتكون 3.2 أو 3.3 طيب وين ليش ما يطلعوا بـ 6 لأنه البوتاسيوم دخل لداخل الخلايا شو تم التبادل مع إيش تم التبادل مع السوديوم فلذلك أنا كأني عوض لـ 40 ميك صوديوم وهدول 40 ميك صوديوم أحيانا لو عوض مثلا 100 ميك بوتاسيوم حيكون 100 ميك صوديوم 100 ميك صوديوم ممكن تعمل فرق كبير وممكن تصلح الصوديوم بشكل سريع بشكل غير ما أرضى أنا ولذلك أنا لازم دخل البوتاسيوم بتمنى أني أنا وصلت الفكرة من هذه المعادلة من هذه المحاضرة أنه أنا أشرح لكم كيف وصلنا لهذه المعادلة ربما نفس الكلام ممكن تطبقوا لو طبقنا معادلة الفري ووتا ديفيس اللي هي نقص الحجم الماء الحر المطلوب لتصريح فرت الصوديوم فيكم نطبقوا نفس الكلام أو توصلوا لها بنفس الطريقة وهذا الشي يفيد كم نتعرف كيف نوصل لهذه المعادلة بتمنى أني وصلت شي جديد أو شي مفيد بنبدأ بالحالات إن شاء الله بالفيديو القادم حاول أعرض حوالي ثلاث حالات بكل فيديو مشان أقتصر وقت على نفسي وبتمنى تكون مفيدة للجميع إن شاء الله السلام وعيد